الاستيلاء على المساحات الخضراء جريمة بحق العوائل شعار رفعه اهالي حيميسان في قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف الاشرف للمطالبة بايقاف انشاء مدرسة اهلية تحت مسمى بند الاستثمار في المنطقة المحايدة لدورهم والتي قالوا عنها انها مسجلة كمتنزهن وحديقة عامة هذه الاراضي الخضراء موجودة وسط المدينة الاستثمار وين يكون يكون باطراف المدينة حتى احنا نشغل بها هذه الاراضي الصحراوية لكن ارض تسوالها مليارات يحاولون جنسها الى خدمات عامة حتى يضطوها استثمار هذه الاراضي اسعارها بمليارات الدنانير وفضلا عن رضهم ما اسموه بسرقة المناطق الخضراء بحجة الاستثمار لبناء مدرسة اهلية يكشف اهالي هذه المنطقة ان الدوائر الحكومية المعنية كمديرية التربية والبيئة حذرت وبكتب رسمية خطورة بناء هذه المدرسة كون موقعها محاذيا لمجسرات الزهراء ووسط المنطقة السكنية تربية بكتبها الاخيرة اكدت ان هذا الموقع للمدرسة قرب مجسر الزهراء لا يصلح على اعتبار قريب جدا لا يبعد عن نقم 11 متر وهذا يسبب ضوضاء ومو اجواء صالحة للدراسة كذلك البيئة اكدت بكتبها للسيد المحافظ وكذلك لمحكمة بداية الكوفة انها لم تعطي اي مواقفة بهذا الخصوص مطالبنا الغاء الاجازة الاستثمارية والابقاء على هذه المنطقة منطقة قضراء اضف الى ذلك نحن بالنسبة انه اكو مادة قانونية المادة 1051 من القانون المدني تنص صراحة على كل صاحب عقار وان يتعرض للضرر من تصرف صاحب العقار المجاور ان يرد ذلك الضرر بنفسه ويقول اهالي هذا الحية ان المناطق الخضراء والمتنزهات ووفق القانون حق عام لا يمكن التصرف به محملين مديرية البلدية في النجف مسؤولية هذا الخرق بعد احالتها الى الاستثمار دون ضوابط واضحة لا سيما وانها تعدى المتنفس الوحيد لابناء هذه المنطقة من النجف الاشرف معتز العبودي زاكروس تيفي